إن شاء الله، إن شاء الله، تكوني يبص هذه العدوانية بين أنا شاء اليوم مثلاً هذي ونكملوه بسكو جعل البالي أنا أطول تعليق لكي أنا أصمح بي نقصر معك شاء تعليق المدخلة تسموه تعطابوليو يعني إيه يهدر بوحد لعين ووحد لا سمعتوش أهدره بعد نظام ولازم يروح ولازم نظام يا كريم خاف ربي رام رام ديجان دايرين بيك ورام يستمعوا لك ورام يكون شوية عقليني يكون شوية هد الأمور مد أفكار مد حلول لا تقاش غيري يسقط النظام يروح النظام أو يروح نظام كيفاش يروح نظام يروح يجبوا كل مفتحتها المرادية ويرموا في القروند ثم بعد شكون شكون اللي راح يفوقا ماشي لازم تغلق على روحك أنا ماذا بينا لو كان مد والله العادم غير نفرح يعني لو كان نشوف مثلا واسمه راشيد نكاز راشيد نكاز دار مجموعة ودار حزب سياسي ودار ديليس ليبري يروح ويبارتيسيبوا في تشريعيات ماذا بينا نشوف كاليم طاب وكيف كيف ماذا بينا نشوف بومالا وجمعته كيف كيف وشاشي هذا بينا نهارو نشوفه بللي هذ الناس عندهم الشعبية نتاحهم والناس صوتتوا وحقروهم ونحاولهم يعني ثم تخرج للشارع عندك باين على شارك خارج للشارع لو كان سمعت الكلام انتاعي في المداخل الأولى لو كان ما عاودت لهذه لا ما سمعته وش الله ما سمعته شوفه نقول لك اسمع درك كالناس اللي هما يمارسوا في المعارضة على بالهم برواهم على بالهم نعم لا ماشى من اجل معارضة يمارسوا في المعارضة هما يسعدوا هذ الناس هما ليؤمنوا لبالانتخابات شوف ياهضروا على الديمقراطية بالسحن مهمش ديمقراطيين لا نهضر لك عن الأسماء التي ذكرتهم نهضر لك عن الناس نهضر لك عن ستة عامة نهضر لديمقراطية وما همش ديمقراطية يهضر للمدنية وما همش مدنيين يهضر لانتخابات ولكن ما يأمنوش بها هذا هو ما يستعمل في هذا الغضب بنتها الشارع وحبين يوظفوه من أجل التفاوض مع السلطة في مرحلة ضعف شي في مرحلة قوة يستعملوه في مرحلة ضعف بش هما يفرضو الشرط تاهم وكايني الناس اللي هما في السلطة نفس الشي حويسوا على جلبش يبقوا في السلطة يستعملوا في جميع الأشياء من أجل إقناع شرائح من المجتمع على أجل بش ما يتقاطع الانتخابات بش ما يبقوا ما تمسكيم السلطة لأنه عارفين في اثنين هذا الجناح اللي راه هو في السلطة اللي خافي سلم السلطة وهذا الجناح اللي هو خارج السلطة هذا الانتخابات ما تخدمهمش ما تخدمهمش لأنه الانتخابات انتخابات راح راح يتظهر لو كانت تكون انتخابات ما فيهاش إقصاء وفيهاتها نفس شريف فهمتوا ما فيهاش تصوير وفيه كذا راح تخرج إطارات راح تخرج وجوه جديدة راح تخرج كفاءات وبالتالي هما يسعى وعلى جلبش ما تكونش الانتخابات هذي حمط من الجهتين هذا وهذا هذا هي هذا هي لذلك لذلك نحن نحوز وعلى جلبش يكون هناك حوار وتترسم المعالم صحيحة تعلجزائر الجديدة تركبش لتدير انت جمهورية جديدة تديرها بالإقصاء أو لا يمكنش منها تدير لأسس صحيحة وتبدأ تمشي انتبه شوية وكنت لما تشوف مثلا مثلا نعطي لك كأمثيلة من الواقع إيقزامبل قال مثلا في البلدية نتعنا بحكم هو أنني ابن البلدية المواطن درك هو ما يشوفش تبون اخطبوا قالوا 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 يشوف على أرضه قال مثلا راح كائنا قائما تأسكن في البلدية راح موزعوا السكن ما كون اللي يدى أقول لك هذا كل دفنان والله أنا عظيم إنسان زوالي والله غا يستهل والله غا فرحت له فرحت له من قلبي فهمت والآخر قالوا سبحان الله شوف سبحان الله مسكين مطلقة ورح راجلها مات وكذا والله العظيم غا فرحت لها عطول السكن تستهل فهمت الشعب راي يشوف راي يشوف يرقب الآخر قالوا شوف سبحان الله هذا كان البطالة شوف قعد قعد ومبعد شوف فتح عليها ربي راي طول ومنص بالله يستهل بس حكيت شوف انت في المقابل تبو نرى يهدر لك وفق لأحكم الدستور وكذا وكذا وفيه حريات وفيه عدالة وكذا ومن بعد انت التحت شوف والله هذا شوف سبحان الله هذا متزوج عنده خمس ولاد ما عطول له السكن وهذا سيليبات عطول زوج أبطر هذي بلاد ذرك هذي هذي بلاد هذي تحت في التجسيد المواطن رايشوف رايشوف الطريق كيف شراها رايشوف القدرة الشرائية كيف شراها رايشوف السكنة كيف شراها ويشوف التعاملات في الإدارة كيروح للإدارة يستخرج مثلا وثيقة كيروح للمستشفى كيفش يعالج كل شي بلاد لذو كنت هذي هذي بدون المشاركة انت الشعب ومرض متغيير من البلدية في خدمة مصلحة الشعب يغير لكن لما يكون هو في مصلحة النظام يقول يطغع للشعب ولما يطغع للشعب هو رايح فيما بعد يخرج الشعب للبر للشارع الشعب يخرج للشارع يخرج لما تكون طريقة مجميل وما عنده مستشفى والنظافة مكانش والبناء عميس والرشوة والقوية وكل ضائف الشعب هو ما يقاش الوسيلة اللي عبر بها والإعلام مسكر يقول هو يخرج ما زالوا الممارسة حقوق سيفلي